أدانت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء محاولة اعتداء أحد الموظفين على رئيسها القاضي محمد الحكيم يوم أمس في العاصمة صنعة وتأتي هذه المحاولة بعد يوم من مطاردة مسلحين يتزعمها موظفين في فرعي الأمانة العامل للانتخابات لرئيس اللجنة عقب خروجه من مقر عمله حسن وكالدت والقات قوات الحرس الرئاسية القبض على مسلحين في ملاذ البقية بالفرار وعبرت اللجنة عن بالغ قلقها لهذه الأعمال الخارج عن النظام والقانون وأشارت إلى أنها بلاغ للنائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية إذا تلك الواقعة وطالبت اللجنة بضبط بقية أفراد العصابة خاصة مع تكرار هذه الأفعال على خلفية إصدار حكم ضد المتهمين من قبل محكمة الأموال العامة عما نسب إليهما من تهم حد تعبيرهم